نشاط مكثف لرئيس عبد الفتاح السيسي خلال أسبوع تابع فيه عددا من الملفات المحلية وعلاقات مصر الإقليمية والدولية بدأ الأسبوع باجتماع لرئيس السيسي مع رئيس الوزراء ووزيرة الصحة تناول تطورات الموقف الوبائي العالمي لفيروس كورونا حيث وجه بمؤصلة رفع درجة الجاهزية بالتعاون بين كافة الجهات المعنية فضلا عن القيام بحملات توعية للمواطنين للإرشاد وتوفير المعلومات الدقيقة وتجديد الرقابة الصحية وفق أعلى المعايير على منافذ الدخول للبلاد وفي اجتماع آخر مع رئيس شركة شنايدر إلكتريك رحب الرئيس السيسي بتكثيف التعاون مع الشركة خاصة في ظل العلاقات المتميزة بين مصر وفرنسا وخلال استقباله وزيرة الجيوش الفرنسية أكد الرئيس السيسي عمق العلاقات المصرية الفرنسية لسيما من خلال تعاون الوثيق القائم بين البلدين وفي لقاء آخر مع رئيس البرلمان النمسوي أكد الرئيس السيسي أهمية الفهم الصحيح للدين وتصويب الأفكار الخاطئة ومواجهة عملية استغلالها الممنهجة لتوظيفها لتحقيق أهداف سياسية فضلا عن إعلاء قيم المساواة وقبول الآخر وخلال الأسبوع ترأس السيسي اجتماعا موسعا لقيادات القوات المسلحة أشاد خلاله بالجهود المشتركة مع جهاز الشرطة لتحقيق الأمن والاستقرار والتصدي للعمليات الإرهابية بالبلاد وأشدد على ضرورة الوصول إلى أعلى درجات الجاهزية لتنفيذ أي مهام توكل إليهم لحماية أمن مصر القومي الرئيس السيسي أعرب كذلك في اتصال هاتفي تلقاه من نظيره الأمريكي دونالد ترامب عن تقديره للدور الذي تقوم به الإدارة الأمريكية في رعاية المفاوضات الثلاثية الخاصة بصد النهضة كما كدى إلى مصر هذا الموضوع أقصى درجات الاهتمام في إطار الدفاع عن مصالح الشعب المصري ومقدراته ومستقبله وفي إطار تعزيز علاقات مصر مع محيطها العربي تسلم الرئيس السيسي من وزير الخارجية البحريني رسالة من العاهل البحريني حمد بن عيسى وقرر الرئيس السيسي التأكيد على ارتباط أمن الخليج بالأمن القومي المصري وعلى الصعيد الإفريقي سلم وزير الخارجية الكنغولي رسالة للرئيس السيسي من رئيس الكنغو الذي يتولى رئاسة لجنة ليبيا رفيعة المستوى بالاتحاد الإفريقي وتنولت رسالة تطورات الأزمة الليبية وتدعياتها على الأمن الإقليمي والقري حيث أكد السيسي ضرورة التوصل لحل سياسي يمهد الطريق لعودة الأمن في ليبيا ورحب الرئيس عبد الفتاح السيسي بالخطوة المهمة التي حققتها مؤخرا الأطراف في جنوب السودان والبدء في تشكيل حكومة الوحدة الوطنية تنفيذا لمقررات اتفاق السلام جاء ذلك خلال استقباله نائب رئيس جنوب السودان وفي نهاية الأسبوع اعتلق الرئيس عبد الفتاح السيسي اتصالا هاتفيا من الرئيس مون جيئين رئيس كوريا الجنوبية حيث أعرب الرئيس السيسي عن تضامن مصر مع حكومة سول في مواجهة فيروس كورونا ترجمة نانسي قنقر